موسيقى شو بتقول الأفلاك لمواليد العزراء على الصعيد العاطفي بشهر شباط فيبراير من عام 2023 شفنا انه على الصعيد المادي والمهني بفيديو آخر انه فيه شوية صعوباته على الصعيد العاطفي شو عم بيصير يمكن ترغب يا عزيزي بلقاء ما بيتم ما بيحصل او بتوء لشخص بيتمتع بشي انت بتلاقيه مواصفات مهمة بس هو بيتمنع بغض النظر عنك وحاليا ما بيكون في عنده رغبة بالتواصل معك بيترابط الملف العائلي مع الملف العاطفي بتعيش بعض الاشكالات مع الطرف الآخر حبيب كان ام زوج حاضر من علاقة بتبلشها وما بتعرف كيف بدك تنهيها او بتشكل عبق عليك هالشهر ما بيتمنك فيما خاص العواطف بل بعرضك لبعض الصعوبات او لبعض العقد يلي انت ما حسبت لها حساب نعم وجود كوكب فينيوس بالحوت بين واحد وعشرين بيفرض عليك التزام من قبلك اذا كنت على علاقة مع احدهم وقد يكون الالتزام عائليا او زوجيا هو المطلوب منك كمان او بيولد بلبلة بحياتك وبيجعلك يمكن تعاكس الآخر بانا مضخمة جدا عندك ابتداءا موحدة وعشرين بتسهل قدامك الامور بخف الضغط بتتقرب اكتر من الشريك واذا كنت حر طليق فتقدم على لقاء مميز جدا وبيجي الحب الى ضيافتك بيزول العتاب والمشاحنات والضجيج وبتصير اكتر قدرة على ترجمة مشاعرك بخطوات ملموسة عادة انت من يلي بيخضع الشريك المفترض او المرشح لدخول قلبك الى امتحان او الى اختبار بتعمله تاست يعني بتحول تشوف وين صح وين غلط شو عم بيعمل شو مش عم بيعمل هيدا ممكن تعمله قبل تاريخ عشرين هالشهر بعدين تتبدل لأمور فكأنه الفلك بيفتح ابواب قلبك وبيسهل المرور اشتركوا في القناة